اشتركوا في القناة الا ان هناك بعض اهل الكتاب من يأكلون لحم الخنزير بل ان الرهبان يتقربون الى الله عز وجل بحرمان النفس والبدم من الطيبات المباحة فانزل الله تعالى يا ايها الناس كلوا مما في الارض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان انه لكم عدو مبين واضح لنا جميعا ان ده امر عام لجميع الناس للمنفع والمصلحة العامة ولكن لابد ان يكون هناك امر خاص لاهل الايمان فانزل الله تعالى يا ايها الذين امنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله ان كنتم اياه تعبدون تفضل الله عز وجل على هذه الامة المبارقة واجعلها امة وسطة فوسع علينا واحل لنا الطيبات من المأكل والمشرب يا ايها المؤمنون كلوا من الاطعمة المستلذة الحلال التي رزقناكم ولا تكونوا كالكفار الذين استحلوا الخبائث وحرموا الطيبات واشكروا لله نعمه العظيم عليكم بقلوبكم والسنتكم وجوارحكم ان كنتم حقا اياه وحده تعبدون يا ايها الذين امنوا لداء خاص لاهل الايمان لانهم احقوا بالفهم واجدروا بالعلم واولى بالتشريف والتكريم كلوا من طيبات ما رزقناكم اي كلوا مما طاب من الرزق ولا بد من شرطين ان يكون حلالا في ذاته وان يكون حلالا في كسبه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ايها الناس ان الله طيب لا يقبل الا طيبا وان الله امر المؤمنين بما امر به المرسلين فقال يا ايها الرسل قلوا من الطيبات واعملوا صالحا اني بما تعملون عليهم وقال يا ايها الذين امنوا قلوا من طيبات ما رزقناكم ثم ذكر الرجل يطيل السفر اشعث اغبر يمد يديه الى السماء يا رب يا رب ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام فانا يستجاب لذلك والاصل في النعم الاباحة قلوا من طيبات ما رزقناكم فالطيبات متعددة ومتنوعة وكثيرة وان كان هذا امر بالاباحة لكن هناك حلود وكلوا واشربوا ولا تسرفوا ان الله لا يحب المسرفين قلوا من طيبات ما رزقناكم فالرزاق هو الله عز وجل ذو القوة المتين وان كان لابد من الكد والاخذ بالاسباب فلا نخفل ابدا عن مسبب الاسباب واشكروا لله على نعمه التي لا تحصى ولا تعد ويكون ذلك بحسن استعمارها في الطاعة والشكر هو اعتراف بالنعمة وتعظيم للمنعم عز وجل واني وفق العبد لشكر النعمة في حد ذاته نعمة عظيمة لا يوفق ليها الا المؤمنون والصالحون قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اكل طعاما فقال الحمد لله الذي اطعمني هذا الطعام ورزقنيه من غير حول مني ولا قوة غفر له ما تقدم من ذنبه ومن منا لا يرغب في حفظ النعم الموجودة وجلب النعم المفقودة يكون ذلك بشكر الله على النعم قال الله تعالى لإن شكرتم لأزيدنكم ومن منا لا يرغب في رضى الله عز وجل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله لا يرضى عن العبد أن يأكل الأكلة فيحمده عليها أو يشرب الشربة فيحمده عليها صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن منا من لا يرغب بعد أن يتنعم بالطيبات أن يكون له مثل أجر الصائم الصابر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للطاعم الشاكر مثل ما للصائم الصابر صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم فالشكر ما هو إلا خليط من حب الله والاعتراف بنعمه والثناء عليه ولكن للأسف الشديد ورغم كل ذلك وقليل من عبادية الشقور ومن أفضل الكلمات اللي اسمتها لما سئل أحد المسلمين عن حاله قال الحمد لله أنا في زحام من النعم فاستشعار النعم وشكر الله عليها يمد الإنسان بطاقة إيجابية وتفاؤل وسعادة لا خدود لها وعجبا لأمر المؤمن فهو ما بين نعمة يتنعم بها وشكر للنعمة يثاب عليها واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون فالشكر عبادة والعبادة هي الإسم الجامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة وعبادة الله لا تتم إلا بشكر الله جزاكم الله خيرا ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر